أحمد السائل الذي أرسل هذا السؤال عن الطلاق من المدينة النبوية عين ألف ألف يقول ما أشهر كنايات الطلاق وإذا تلفظ بها الإنسان ولم ينوي شيئا لا طلاقا ولا غير ذلك هل يقع الطلاق مثل هذه الحالة؟ الكنايات في الطلاق هي التي تحتمل الطلاق هي الأنفاظ التي تحتمل الطلاق وتحتمل غيره هذه هي الكنايات وهي على نوعين كنايات صريحة كنايات ظاهرة صريحة وكنايات خفية فالكنايات الظاهرة مثل أنت باين أنت بتها أو بتلة أو ما أشبه ذلك والكنايات الخفية مثل إذهبي إلى أهلك إنتها ما بيني وبينك إلى آخره نعم